السلام عليكم اعزائي وعزيزاتي المتابعين الكرام حلقة جديدة جودة في شورع مدينة اربيل هذا جامع جل الخيات كما تلاحظون هذا بنية سنة 1997 واكتمل سنة 2003 تم بناءه وهذا جامع على الطراز العثماني كما تلاحظون وهذا بارك مال سيارات مجاني بدون مقابل ويقع مقابل هذا البارك مستشفى طوارئ اربيل كما تلاحظون ولي جانبها هذه حديقة عامة هذه حديقة قبل عشر سنة كانت عبارة عن مكبل النوفيات لكن بلدة اربيل مشكورة سوتها حديقة عامة للناس وحديقة جدا جميلة وهي اللي جانبها محطة تعبية وقود كما تلاحظون وانجانبها بيوت يعني نحن هذا الطريق هذا متجه من 60 متر الى اتجاه قلعة اربيل وهذه دائرة حكومية اعتقد دائرة مال نفوس لأحد المناطق اربيل نعم نحن وقفنا على الترافيك لايت نحن عبرنا الترافيك لايت هذا شرعة 30 متر اللي شايفيني اللي عبرنا هسا نحن الآن متجه باتجاه قلعة اربيل نحن هسا ما نروح لقلعة اربيل ولكن احنا متجه نفسه لاتجاه هاي محلات تجارية كلها بالمناسبة هذا الشرع اللي هسا احنا الداخلين به كل شرع سايد واحد يعني فقط ذهاب يعني ما بي اياك يعني شايفين هاي المحلات كلها محلات مال مباردات مال اجهزة كهربائية مطاعم بيها مشاوي محلات قيد الانشاء و اكون بيها مطابع ايضا هاي بيوت سكنية مالناس شايفينيه مكاتب سوبر ماركتات يعني هذه الاشياء الحالية موجودة في اربيل هذا قراج بفلوس اعتقد الف دينار القراج مثل ما شايفين احنا وقفنا على ترافيك لايت اعتقد او مترافيك لايت اي نعم شايفين هاي المنطقة هاي المنطقة تحت الانشاء يعني انشان البيوت قديمة احنا هنا شارع ثلاث متري طبعا شارع ثلاث متري شارع ايضا كبير يمتد على مسافة سبع كلمترات هذا الشارع دار مدار مدينة اربيل مثل ما شايفين شارع جدا نظيف وواسع يعني اشوفه شارع جيد يقع على جانب هذا الشارع الفنادق والمحلات محلات الاجهزة الكربائية السوبر مكتات المكاتب يعني هو شارع جميل وشارع يعتبر واحد من اقدم شارع اربيل يعني هذا شارع اعتقد انشى في بداية الخمسينات او نهاية الاربعينات من القرن الماضي كما تلاحظون في الختام اتمنى ان يعجبكم الفيديو تحياتي لكم مع السلامة موسيقى موسيقى موسيقى